موسيقى علاقة آل خليفة بالصهاينة لم تعد مخفية بل بدأت تظهر للعلن وبشكل صارخ يستفز مشاعر الملايين من العرب والمسلمين وما مشاركة وفد صهيوني في كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي يعقد في المنامة يوم 11 من مايو الجاري إلا آخر حلقة في هذا المسلسل الاستبزازي المتواصل والذي لن تكون فيه الأخيرة فهذا الاجتماع الذي تخلت ماليزيا عن استضافته رافضة إعطاء تشيرات دخول للوفد الصهيوني سرع آل خليفة إلى رعايته معطين الضوء الأخضر لاتحاد كرة القدم في البحرين لاستقبال الوفد الصهيوني وهي تجربة نعتقد دامنا الجميع وافق عليها واتفق عليها أعتقد نحن في مرحلة أن نسير الأمور ونرى كيف تمشي إن شاء الله من جانب المسابقات هذه المشاركة أثارت غضبا داخل البحرين تجاوز مختلف التباينات إذ دانتها 12 جمعية سياسية ومدنية في البحرين وقعت على بيان أكدت فيه على موقف الشعب البحراني الرافض لتدنيس أرض البحرين بأقدام الصهاينة المجرمين ومبدية دعمها للعمليات الفدائية والأفعال النظالية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بحق الصهاينة الأنذال بحسب تعبير البيان فيما شهد الشبكة التواصل الاجتماعي تويتر تنديدا بهذا الحضور الصهيوني استضافة تأتي بعد سلسلة من اللقاءات طوال السنوات الماضية بين أركان العائلة الخليفية ومسؤولين صهاينة وهي تأتي كذلك بعد زيارة مثيرة للجدل لأعضاء في حركة حباد الصهيونية المتطرفة التي تسعى لهدم المسجد الأقصى إلى المنامة في شهر ديسمبر الماضي والتي رقصوا خلالها بباب البحرين على أنغام إنشودة هدم المسجد الأقصى زيارات تكشف عن تحالف خليفي صهيوني غير معلن ضمن تحالف أكبر لأنظمة الخليج وفي مقدمتها السعودية مع الكيان الغاصب للقدس بعد أن رفعت هذه الأنظمة راية الاستسلام وأصبحت مطية للصهاينة الذين يحققون عبرها مآربهم بتدمير العالمين العربي والإسلامي ترجمة نانسي قنقر